ارجوكم 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 اقفوا وراء منتخبكم ايا كانت النتائج ان شاء الله ان شاء الله في المجموعة الاولانية بتاعتنا اللي هي بكرة زنبابوي بعد كده غينيا وبعد كده اوغندا اعتقد هما دول الترتيب المباريات ايا كانت نتيجة ممكن جدا على فكرة رغب ان احنا مشتوانا الحمدلله كويس وان احنا افضل من منتخب زنبابوي اللي هنلعبه بكرة لكن انتو عارفين مباراة لافتتاح ملهاش مقياس وملهاش معايير وبيبقى فيها ضغط عصبي وبتبقى مباراة لسه الاول مباراة رسمية للمنتخب مش منتخب مصر اي منتخب وبيبقى ضغط الجماهير اللي نزلة عايز الفرقة تكسب بس فبتحصل لقدر انا مفاجآت واكم شفتوا اكم دي اكم من مفاجآت حصلت في مباراة لافتتاح في بطرات كبيرة زي منها مثلا كاس العالم لو تفتكروا انا فاكر الارجنتين مرة في افتتاح كاس العالم الارجنتين كان بتلعب نيجيريا ونيجيريا كسبت ولا كاميرون بت他說 انك بتلعب كاميرون فوادش الافتتاح اه اللي هو كاميرون قعدت تضرب 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 في الارجنتين وبتاعه طرد منهم اتنين ثلاثة والمتش صفر صفر واخر ديها خالص جون كده هب استروبيا ودخل جون والارجنتين كسبت واحد صفر ارجنتين اللي هي كانت حامل اللقب في 86 وتمانين في مباراة افتتاح في ايطاليا تسعين كاميرون كسبة الارجنتين واحد صفي ومحدش كان مسدق وفرنسا والسنغال برضو في افتتاح كان الفين واثنين اه كانت فرنسا بطل اتكاس العالم في بلدها في فرنسا ثمانية وتسعين ولعبة مباراة الافتتاح قدام السنغال والسنغال وقتا كان الحج ضيوف وكمارا ومش عارف مين وروقوهم تلات اتنين باين في المباراة الافتاحية فمفيش مقياس ما ممكن جدا لقدر الله بكرا نتعادل عادي جدا جدا لان انا عارفش الجمهور المصري ممكن بعد مش عايف يحصل لتعادل ولا يحصل لقدر الله هزيمة بكرا ولا حاجة تلاقي غضب وانقلب ومش عارف ايه وامشي اجاري والفرق دي ما تنفعش وفيش كده ان شاء الله نكسب بكرا ونكسب ماكسب حلو باداء حلو يطمننا ويرعي بالمنتخبات الاخرى باذن الله لكن دا لو ما حصلش لازم نفضل في كتف منتخبنا والبطولة لسه طويلة وفضل تلات مباريات ونقدر نعوض عادي جدا وحتى في اسوأ 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 الاحوال وربنا ما وفرناش في البطولة دي عادي جدا نشجع منتخبنا ونقول له هارد لك اذا خسر ونقول له مبروك اذا كسب ونشجع الفرق التانية ونوريهم حضرتنا وتشجعنا وثقافتنا ومحبتنا ارجوكم البطولة دي فاترينا البطولة دي فاترينا لينا مش فاترينا للدولة المصرية الدولة المصرية خلاص عاملت يعني اللي عليها واستاذات وتجهيزات وتنظيم ولجنة منظمة وبتاع كله تمام فعاليات البطولة واحداثها بقى دي فاترينا ليه نحنى للشعب المصري عايزين تعرضوا ايه في الفاترينا ايه البضاعة اللي عايزين تعرضوها في الفاترينا عايزين تعرضوا حضرتنا عايزين تعرضوا جمالنا كرمنا شهمتنا قيامنا استضافتنا حبنا للافرقة وانتماءنا ليهم ولا عايزين تعرضوا بناشي الغسيل للمجتمع خليه خليه بنا ومن بعض لكن في الفاترينا قدام العالم وقدام الافرقة اخرجوا اجمل ما فينا